طبيعة المقاومين عموماً ومش بس في فلسطين هيا فلسطين دي حالة بتاعتنا إحنا المقاومين في الدنيا الناس اللي بتقع تحت نير الظلم أو تعاني من الظلم الاحتلال مفيش حد عانى زي ما الفلسطين عانوا بس المقاومين دايماً تبعيتهم وده حاجة تخليك تستغرب لما هتشوف أنا هتقلق دايما نوشوهم مرسوم عليه ابتسامة قد تكون ابتسامة اليقين في غد أفضل قد تكون ابتسامة الإيمان في أن ربنا لن يترك الأمور بهذه الأحوال قد تكون ابتسامة الثقة في أن المقاومة هتفضل مستمرة لحد ما نحرر الأرض واصحاب الأرض يرجعوا لها مش كده أنا سألقى إزايك الأول أهلا وسهلا فيك بص ابتسامة إزاي الحمد لله عامل إيه الأخبار والله بخير بداية أن يسهد مساك ويسهد مساك كل الناس اللي بتشوفنا الحمد لله إحنا بخير وصلنا مصر يعني بصراحة خجل كبير قدام كل الشعب الفلسطيني أنه حاسس بالزنب أنه طلعت من غزة ولكن لربما هي محاولة للنجاة يعني زي ما حكيت لك أنا خجلان كتير من كل حدا بقول أنا موجود في غزة حالين ليه؟ ليه؟ شوف أنه أنت تطلع من غزة في وسط هاي الحرب تشوف الناس داي اللي بتموت هناك وأنت تطلع تنجب نفسك فأنت لازم تشعر بالذنب أنا ما أقدرش أزيد على شعورك ولا أقدر أتزيد علي لكن هي المسألة في أنه ده مش هروب يعني أحكيت لك هو مش هروب ولكن هي محاولة للنجاة بس فلا داعي للخجل ده في ظني النهاية لو قلت لك أنت صاحب القضية هقولك وإحنا كمان صاحب القضية لكن في النهاية أنت اللي تحت القسف أنت الأدرى بالظروف أنت اللي عارف اللي بيجرى أنت ما كنتش بتنجو بحياتك أنت بتحاول النجاة بحياة الأطفال صحيح